أكدت وزارة الداخلية أنه إدراكا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير أليات العمل الشراطي لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة للسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنوات للقيادة الشراطية المستقبلية وفي هذا الصدد جاءت الحركة على النحو التالي تعزيز مدريات الأمن والجهات الخدمية الجماهرية بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين مرعاة ظروف الاجتماعية والصحية للضباط في إطار القواعد تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفية وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 كالتالي اللواء محمود أبو عمرى حسن مبابي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام اللواء محمد حسن طه علي مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن اللواء أحمد جمال علي جمال الدين مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد اللواء محمد عبد الحميد الصاوي عمار مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتة اللواء شريف رؤوف زكي عبد الرازق مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة وذخائر غير المرخصة اللواء هشام سمير محمد حسام الدين مساعد الوزير لمنطقة القناة اللواء مهندس أحمد عدلي أحمد محمد مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللواء محمد مصطفى ضبش معوض مدير أمن المينيا اللواء محمود عبدالتواب محمود علي هويدي مدير أمن البحيرة اللواء خالد محمد مختار عبدالسلام سليمان مدير أمن الغربية اللواء دكتور محمد سليمان عبدالواحد أمران مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث اللواء دكتور محمود محمد سعد قمرة مدير الإدارة العامة للجواسات والهجرة والجنسية اللواء محمد كامل علي عناني مدير أمن جنوب سيناء اللواء وائل فؤاد زكي نصار مدير أمن أسيوت اللواء جمال مصطفى علي معوض مدير الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة اللواء حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى مدير أمن الأقصر اللواء مصطفى مبروك مصطفى درة مدير أمن قنة اللواء إيهاب أحمد إبراهيم عطية مدير أمن كفر الشيخ اللواء حسام الدين أحمد محمد أحمد مدير أمن السويس لواء منار مختار حافظ حسن مدير عام بقطاع حقوق الإنسان اللواء هشام مروا محمد شبانة مدير أمن الإسماعيلية اللواء محمد زهير عبد الحميد مرى العامة لمكافحة المخدرات اشتركوا في القناة